اسلام باش نمشيو للكامرون و باش نحكيو على الحادثة اللي صارت البارح بالرابط وليد باش نمشيو للكامرون لك المراهيري مش مع نيس صاحبيني مع زمين الاعلامي الجزاري شعايب كحول و احد من الصحفيين الجزاريين اللي تعرضوا البارح للاعتداء و انا خلينا نقوله حتى بركاج في الكامرون باش طمنا على حالته الصحية على صحته كذلك صحة تبقيت زمنائنا شعايب اهلا بيك السلام عليكم و كحياتي للضيوف تاك مرحبا شعايب اخوية طمنا على اسلامتك السياة و لو كانت احكينا شنو الساعة للبرح والله لازم نوضح نقطة في البداية انا ما نشم الضحايا انا زميل الضحايا انا معاهم في نفس الفندق الصح ما اتعرضش لاعتداء هذا ما كنتش حاضر في الاعتداء اللي حصل اه اللي حصل هو في حدود ساعة تسعة وثلاثين دقيقة يعني بالتحديد ساعة وتسعة وثلاثين دقيقة يعني اللي للزملاء كملوا الخدمة بتاعهم راحين يتعشاوا خرجوا من الفندق يعني على بعد اكتر حاجة خمسمية ثلاثة لساعة عشرة ميت ثلاثة على المدخل داع الفندق خرجت لهم جماعة جماعة مسلحة عددها من بين ربعة الى خمسة افراد ومسلحين با حاملين السيوفة والمواس ويبا صنطيف نير ولا ولا دمون دي اي شي يعني دخلوا دير مباشرة في صلب الموضوع يعني اعتادوا على مباشرة على الصحفيين نحاولهم الهواتف التوحهم نحاولهم الوتائق التاحهم جوال الصفر ونحاولهم بطبيعة الحال الاموال اللي كانت عندهم المؤسف تانيا انه كان عندنا زميل تعرض لطعنتين بالسكين يعني عنده واحدة على مستوى الرقبة الرقبة التاعه والتانية في الفاخد تاع الرجل اليوم نهاة تاعه اه بعدين اه امور خدت وقت تصلنا بالشرطة يعني ما جاوناش اه تصلنا بالمدير تاع الفندق ما جايش الأمر اطلب اه اطلب تدخل السافير تصلنا بالسافير هو اتصل بمسؤول الأمن هنا جاء عندنا اخداونا انشارج اخداونا المستشفى زميل كان دار ربما ستة ولا سبعة غرص طبية دارولو دارولو تاني ديزانجيكسيون حالته الصحية مش مقلقة الحالة النفسية نتصور الحالة النفسية شوية اكيد تعبانا هي حاجة لغتنا عندها مقبل كنا تتجب ان تلقائي تلقائي انتظر ان تلقائي يعني انتظر ان المان في المكان جماعة كانت تترصد فينا قدم الفندق جمعنا احضار انتظرنا لكن احضار احضار واحدة أجل التحدث مع المقابلين وقال ناس بحول النزول وقالناً سابقًا، ورحمة الأصل السبب قد أطالت هناك ليس ذلك المعارضة المتحدة المتحدة ويسيس أن أصبرت بالحضور التي يظهر يعود لحصل إلى الغد كونتا في الصنصي انا اضيف عندك لازم انت تتأمن للايقامة تاعي مي بون دون الانسامبل تحس باللي اه الحادث هذا وجههم يعني عارفين باللي راح يسيقل السمعة تاعهم حتى للدورة هادية يبقى انا شفنا انزال تقدر تقول تاع المسؤولين البارح في القيطال جاء السيكريتير جينيرال تاع المحافظ جاء المسؤول تاع الشرطة تاع الضارك يعني كانوا مقلقين على الحادثة هذي واليوم اليوم الصباح اه وقفوا واحد يعني واحد من المشبوهين ما نش متأكدين اذا كان هو يعني حتى الزاميل تاعي عارت له الصورة قال لي ما نش متحقق اذا كان هو هو من الجماعة اللي كانوا حاضرين في الاعتداء بالصحة شفنا فلا سويت الفيديو تاع الكاميرا تشير فييونس تاع الوتيل كان واضح كان واضح مع الجماعة اللي اعتادت على الجماعة شو عايب هالصحيح حرس النزل مع تهم المتورتين في الاعتداء هذا تقول لك توقفه واحد يعني ما نش نقول لك ان نتزملك باللي هو كان من الجماعة اللي اعتادت لانه للأسف للأسف الوتيل هدا الكاميرا تشير فييونس تاعه كان وحده داخل في المدخل تاع الفندق بصح الجيهة اللي خارج قال ليك ما تشتغلش فاس ده هذيك اللي كان توضحنا بالضبط الناس اللي اعتادتها ولي شاركوا في الاعتداء وانتي شو عايب وانتي شو الدول في اليوم دي في الكاميرون تحس فما امن ما عاش كيفيش بالضبط تحس فما حالة من الامن و الا صعيبة الاوضاع غادي امنيا اكيد فبار جنراليزي لانه نقولوا باللي الامن ماش موجود نان فبار جنراليزي سدي تريك اللي يصير بارتو في الموند يعني مي الحاجة المهم الهنا انه كما قلوا المسؤولة الامن انتم ما لازم تكون عندكم معلومات اماكن اقامتها كل الصحفيين وتابعوهم سيطاثري انه انه ما لباش حنا عنا بروسيدور في الجزائر اي واحد اجنب يدخل الجزائر اما على بالهم وين يروح وين يدخل وين يحضر حتى ماشي الاجنب حتى المواطن العادي كي راح الانوتال يراح الوتال يسيني يعمر فيش بوليس فكيش بوليس طلع المصالح الامن عارفة شكون دخل الوتال شكون دخل وما ما كنوش عارفين قلي ما كنوش عارفين باللي كان ست صحفيين مودودين في هذا الوتال قلي يكون نخذينا احتياطها تنعا ما بوع الحموم اه وش نتمنى انه الحادث ما يتكررش ان شاء الله كل التضامن شعايب كل التضامن وان شاء الله بالشفاء العاجل لصديقنا وزميننا اللي تم الاعتداء عليه بالطعنات ان شاء الله حالته الصحية نفسنيا وبدنيا تتحسن وكل التضامن معاكم جديزي للشكر زميننا الاعلامي الجزائري شعايب اللي هو معناه موجود في نفس النزل منتاع الصحفيين اللي تم الاعتداء عليهم على فكرة اكد كلمه في برشة مدن افريقية تخليك تحس شوية بامان مغلوط تخليك الجو يمكن تتهور شوية حتى ولو هما قدام النزل ما يمكنش اعتباره تهور لكن يغلط شوية كالكالم هكا فماش برشة السيكوريتيرا في الافريق فماش برشة سيرتوكي تخر من الزون اللي انتي قريب لها معناه الوتيل والواحد دي ما تلقى الاجواء هذية في الافريق دي ما تلقىها ما متصيرش بصراحة انا في ال ذيوف وعبات جاية وصيرتوه سمعني صيرتوه معناه كامرون اخذيت معناه الكوب دي افريق بالصيف مكتوف ومعناه احتفال و وناس تحب حتى هي رائل الكوب دي افريق حتى توريستيك مو معناه تولي معناه تتنين صحيت معناه ما تجيش السمعة تولي اذا تتكرر مرة اخرت او معناه اذا تصير مرة مرتين معناه تولي خايبة على الاخر انشغلا تكون حادثة معزولة كيفكي ما تعودش انشغلا كما قال لوي سيم حتى بوهم مش موش الكل في الافريق فهمش امن حتى فيهم 17 الحقيقة كانوا اغلب هم مسالمين في القابون فمه فمه مسالمين قابون وانجولا ومشي تنال غانا ودفور ايه سينيقال من ناحس النجو الشعوب معناه طو في نيجيريا مفمش برش سيكريتي نيجيريا صحيح معروف ايه كامرون حتى مالي مفمش مالي زاد فمه برش شي والمشكل الرئيسي اللي فمه كاميرا متخدمش ايه وتيل معطا كوب منظمة كوب دافريق وعندك مشكلة معطا جايك طو انتي عارف جايينك معناه عباد من بلدان اخرى بش يحضر الكوب دافريق هذي ويدا فمه كاميرا ماش موجودة فيها بروبليم حاجة ماش لوجيك جملة على فكرة هو قال كلمة انا نحب نتوقف عنده يفو باجيني غاليزي معناه مش كونه صارت الحادفة هذي معناه راو الاجواء خائبة لها الدرجة في الكامرون سمحني انا قلت لك على السيكوريتي فمه احكي فعل كبير انتي منظم كوب دافريق نحكي كدولة تو في تونس مثلا اذا تنظمنا كوب دافريق معناه تلقى البوليسية دي ما موجودة السيكوريتي دي ما موجودة الحق معناه دي ما يدور سيرتو ايه سيرتو في في اقامة الليزيط الاجيطة صحية امور تقول لي معناه هكا معناه همور سايبة شوية وكهو معناه ان شاء الله حادث ما يتعودش وكهو شاء الله شاء الله